فرنسا كانت هتموت واللمبي بلم النقطة والنهاية كانت حزينة لكن السوبكي رفض وقال عايز النهاية ضحك الناس مش تعياتهم وانتهى الفيلم بالنهاية السعيدة اللي شفناها ايه قصة النهاية الحزينة لفيلم اللمبي وايه سبب تغييرها مين فينا ما يعرفش فيلم اللمبي اللي قدمه الفنين محمد سعد في 2002 وللجمهور كله حبه وكان سبب في نجاح محمد سعد وانه يكون بطل رئيسي في الاعمال اللي بعدها زي فيلم اللي بالي بالك ففيلم اللمبي يعتبر من الافلام الكوميدية اللي سابت علامة في ذاكرة الجمهور ولسه بيحبوها وبيتفرجوا عليها لحد دلوقتي لكن اللي ما يعرفوش كتير من الجمهور ان نهاية فيلم اللمبي المفروض كانت تبقى حزينة مش كوميدية ولا سعيدة زي ما شفنا لكن تم تغييرها لاسباب تجارية طب يا ترى ايه النهاية الحزينة دي وليه السوبكي طلب تغييرها لنهاية سعيدة في البداية فيلم اللمبي في الاصل بيحكي عن شاب فقير عايز يتجوز بس الظروف مش مساعدة وعيش هو والدته فرنسا فحارة بسيطة وطول الوقت بيحاول يتنقل من شغلانا لشغلانا عشان يجمع فلوس يقدر يتجوز بيها نوسا جارتو وكل ده بيدور في اطار كوميدي بسيط حب الجمهور جدا لحد ما عم باخ بيلاقي الحل للنبي وهو انه يلاقي الكراسة الصفرة اللي فيها كل حد هو لي عنده نقطة وبيلاقي ان الحل يعمل فرح ويلم نقطته وفعلا بيتجوز اللمبي نوسا وبيلم النقطة وحالته بتبقى احسن وبينتهي الفيلم نهاية سعيدة لكن النهاية دي ما كانتش النهاية الاصلية للفيلم ولا حاجة والنهاية الاصلية كانت حزينة جدا مؤلف الفيلم احمد عبدالله حاب يضيف للفيلم دراما عشان يأثر في الجمهور وكان كاتب في السيناريو الاصلي ان فرنسا هتموت في الفرح وهيضطر اللمبي يكمل الفرح عشان يجمع النقطة وبعدها هيقرر يدفنها والمشهد فعلا اتعمل وكل اللي في اللوكيشن وقتها عيطه بسبب اداء محمد سعد لما فرنسا ماتت في الفرح لكن السبكي منتج الفيلم وقتها معجبتهش النهاية واعترض عليها لانه ما كانش مهتم بقصة الفيلم ولا اداء محمد سعد كل اللي كان عايزه ان الفيلم يكون تجاري ويتصدر شباك التذاكر الجمهور يدفع تمن التذكرة من الدحك الدحك وبس لايهمين القصة ولا المحتوى عايز الجمهور يخرج مبسوط وبس وفعلا اكتفى مؤلف الفيلم احمد عبدالله بالنهاية السعيدة واستغل النهاية الدرامية اللي كان عايز يضيفها في الفيلم في فيلم التاني خالص وهو فيلم الفرح اللي لعب بطولته خالد الصاوي وماجد الكدواني وانتاجه السبكي وادروا الفيلمين يحققوا نجاح كبير لكن فيلم اللمبي واللي تم انتاجه قبلها بفترة كبيرة 20 مليون جنيه لدرجة ان محمد هنيدي الف مرة في لقاء ليه اللمبي نزل كسح السينمات فمن وجهة نظرك لو كان الفيلم اتعامل بالنهاية الاصلية الحزينة كان الفيلم هيحقق نفس النجاح برضو في السينمات ولا كان هيسقط